وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لما أظهر الله عز وجل فضل آدم عليه السلام وعلمه علم الأسماء كلها أمر الله الملائكة الكرام البررة بالسجود لآدم وناخد بنا أنه ده كان سجود تحية وتكريم لآدم عليه السلام وفي نفس الوقت طاع وامتثال لأمر الله عز وجل ولأن الملائكة الكرام البررة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بادروا بالاستجابة والتسليم لأمر الله عز وجل وسجدوا لآدم أما إبليس فكان من الجن وله حرية الاختيار أبى وامتنع امتناعا شديدا عن السجود لآدم مع الاستطاعة وتكلف الكبر وهو ليس أهلا للكبر جهلا وظلما وحسدا وعدوانا ظن إبليس وهو مخطئ تماما في ظنه أنه خير من آدم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولكن الحقيقة الواضحة وضوح الشمس أن آدم خير من إبليس خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه علم الأسماء كلها وأسجد له الملائكة أما في الشريعة الإسلامية فلا يجوز مطلقا السجود لغير الله وده من كمال التوحيد في الإسلام وعندنا في الإسلام أربع أنواع سجود سجود الصلاة سجود السهو سجود الشكر سجود التلاوة نجد أنه في الآية الكريمة السابقة استخدم الله سبحانه وتعالى قال يا آدم أنبيهم بأسمائهم ثم انتقل إلي اسلوب التكلم وإذ كلنا للملائكة اسجدوا لآدم وفي البلاغ ده بنسميه اسلوب التفات من الغيبة إلى التكلم بالإضافة طبعا أن نون العظمة اللي موجودة في كلمة قلنا تستخدم في المواقف العظيمة اللي بتحتاج للقوة وده زي في قوله تعالى قلنا يا نار كوني بردو وسلاما على إبراهيم حتى صغيرة في النحو الاستثناء يأتي على نوعين استثناء متصل واستثناء منقطع لما قول مثلا حضر الطلاب جميعا إلا طالبا عندنا هنا المستثنى من نفس جنس ونوع المستثنى منه هنا بنسميه الاستثناء المتصل أما الاستثناء المنقطع كما في قوله حضر القوم إلا حمارهم وده بنسميه الاستثناء المنقطع زي اللي في الآية الكريمة فإبليس لم يكن من جنس الملائكة ولكنه حضر معهم فشمله هذا الأمر الإلهي وده بنسميه في البلاغة اسلوب التغليب صورة البقرة صورة مدنية في مجملها بتتحدث عن يهود بني إسرائيل ويهود المدينة بوجه خاص وكما أن إبليس أبوا واستكبر عن استجود لآدم فيهود المدينة أبوا واستكبروا أن يدخلوا في الإسلام مع علمهم التام بصدق رسالة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خد عند حضرتك بقى العديد من الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة أول حاجة ذنوب القلوب أخطر من ذنوب الجوارح والشهوات لا تقترب عبادتك انظر إلى إبليس كان من الصالحين وكان يسمى طاووس الملائكة وانظر إلى خاتمته واعتبر إذا صدر الأمر الإلهي فبادر بالطاع ولا تتعلل ولا تتردد بكل تأكيد كان الله عز وجل يعلم ما بقلب إبليس من الكبر ولكنه لم يؤخذه بما في قلبه وخلي بذ حضرتك أن صفات الكمال والجلال لله عز وجل هي صفات ذاتية لا تحتاج إلى تسبيح أو تقديس أو تنزيه من الملائكة أو أي من الخلق وكمان العطاء ليس دليل على حب الله فهذا إبليس وقد أعطاه الله سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض وانظر إلى نهايته فلا تختر بنعم الله عليك وخير ختام دعاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر